اجتمع رئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيسي مجلس الوزراء ودكتور محمد معيد وزير المالية وأحمد كوجوك نائبي وزير المالية للسياسات المالية ودكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة للدولة وتم في هذا الإطار عرض أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2022 والتي شهدت تحسنا ملموسا مقارنة بالفترة نفسها خلال العام المالي الماضي حيث انخفضت نسبة العجز الكلي إلى النتج المحلي إلى 14.19% وارتفعت الحصيلة الضريبية بـ 12.18% فضلا عن الحفاظ على تحقيق الموازنة لفائد أولي وهي المؤشرات التي تحققت رغم ارتفاع مخصصات كافة أبواب المصروفات بشكل كبير لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لقطاعات الدولة خلال الفترة الماضية حيث تم على سبيل المثال توفير نحو 84 مليار جنيه لقطاع الصحة بنمو سنويا يبلغ 24% كما تمت زيادة نسبة مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير متضمنة سداد 80 مليار جنيه لصالح مبادرة حياة كريمة وكذا 16 مليار جنيه تمت إتاحتها للدعم النقدي لمبادرة تكافل وكرامة بنسبة نمو سنوي 23% هذا بالإضافة إلى قيام خزانة الدولة بسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات والتي بلغت 135 مليار جنيه إلى جانب توفير كافة احتياجات دعم السلع الغذائية بقيمة 50 مليار جنيه وقد وجه رئيس السيسي باستمرار العمل على تحقيق الانضباط المالي للموازنة العامة مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الحفاظ على المسار المالي والاقتصادي الآمن للدولة في هذا الخصوص كما استعرض الدكتور محمد معيط أبرز نتائج زيارة وفد وزارة المالية إلى واشنطن مؤخرا لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والتي شهدت مقابلة الوفد للعديد من المسؤولين الحكوميين والخبراء الماليين والاقتصاديين على مستوى العالم مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي رفع تقديراته لنمو الناتج المحلي في مصر بنهاية العام المالي الحالي إلى 15% خاصة في ضوء تثبيت المؤسسات المالية الدولية للتصنيف الاقتماني وكذلك النظر المستقبلية للاقتصاد المصري على الرغم من كل التحديات العالمية حيث أشهد الصندوق بحزمة الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الدولة لمواجهة التدعيات الاقتصادية المترتبة على الأزمة الروسية الأوكرانية كما أكد الصندوق على الدعم الكامل لمصر لاستكمال منظومة الإصلاح الاقتصادي وفيما يتعلق بتقديرات مؤشرات الأداء للعام المالي 2021-2022 بالكامل أوضح وزير المالية أنه من المتوقع أن يتم تحقيق فائد أولي قدره 91 مليار جنيه فضلاً عن خض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 26% وكذا توقع وصول دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي إلى نحو 85% وأضف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك متابعة جهود وزارة المالية للتحول الرقمي في جميع التعاملات والخدمات الحكومية والتحول إلى المعاملات غير النقدية فضلاً عن خطوات تطوير وميكانة مصلحة الضرائب وكذلك ميكانة المنظومة الجمركية وفي هذا الإطار وجه رئيس السيسي بالإسراع بالخطوات التنفيذية من قبل الحكومة لتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي بما يساهم في رفع الأداء المالي للدولة بصفة عامة وكذلك التيسير على المواطنين وفي السياق ذاته تعزيز جهود تحديث الإجراءات الضريبية واستخدام الميكانة والنظم الإلكترونية المتطورة بما يساهم في تحسين مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع نشاط الاقتصادي فضلاً عن ضمان تحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها بشكل كامل ودقيق لصالح الاقتصاد القومي من خلال حصر الاقتصاد غير رسمي وذلك اتساقاً مع تحقيق مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على النحو الأمثل كما واجه رئيس السيسي في ذات السياق بالانتهاء من ميكانة المرتبات وضرائب كسب العمل لكافة أجهزة الموازنة والهيئة الاقتصادية بنهاية العام الميلادي الحالي فضلاً عن سرعة الانتهاء من تطبيق مشروع رد ضريبة القيمة المضافة للسائحين بهدف تشجيع سياحة التسوق في مصر على أن تكون بداية التطبيق في مدينتي شرم الشيخ والقاهرة وقد اطلع رئيس السيسي أيضاً على مستجدات تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني للمستهلكين والتي بدأ تطبيقها بشكل تجريبي منذ الخامس عشر من أبريل الجاري على أن يبدأ التطبيق الإلزامي مطلع شهر يوليو المقبل كما تم كذلك عرض تطورات تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية حيث تخط عدد المسجلين على المنظومة أكثر من سبعين ألفاً كما تم تسجيل ما يزيد عن مئتين وعشر مليون فاتورة وتم أيضاً استعراض الموقف التنفيذي لميكانة الإجراءات الضريبية ونتائج التي حققتها المأموريات الضريبية التي شهدت تفعيل منظومة الميكانة بها حيث وصل معدل نموي في إقرارات الدخل للأفراد إلى حوالي ثمانية عشر بالمئة نتيجة لتقنية لتنقية البيانات والمتابعة وأعمال الميكانة وتبع رئيس السيسي كذلك جهود ميكانة المنظومة الجمركية وكذلك للتزام بالمعايير الدولية للبضائع المستوردة من خلال تنفيذ نظام التسجيل المسبق للشحنات بشكل إلكتروني كامل بدءاً من مطلع شهر الجاري موجهاً سيادته بالإسراع في استكمال الجهود التي تؤدي إلى خفض زمن الإفراج الجمركي ترجمة نانسي قنقر